اشتركوا في القناة مش مبنية لمجرد الحب ولا اشق الانتماء للنادي الاهلي لكن حالة لمستها عند كل جماهير النادي الاهلي اللي قابلتها على مدار الاسبوع اللي فات واللي كلها نمر واحد متفقلا ان شاء الله بإذن الله نمر اتنين واثقة بشكل كبير جدا في الاهلي انه يقدر يوصل للقب ال 12 في تاريخه رحلة تبدأ النهاردة ان شاء الله كمان 4 ساعات بالتمام والكمال ونحاول نغطي فيهم التفاصيل اللحظات الاخيرة سيناريو الموجهة المنتظرة ديربي مش هقول بس شمال افريقيا لكن ديربي القرى الافريقية لكن قبل ما تطرق لده عندي اكتر من نقطة حابة بكلم فيها مع حضراتكم نمر واحد النسخة دي انت بتتكلم على خامس نهائي على التوالي وبتكلم عن سابع نهائي في اخر 8 سنوات هذا الرقم ده في حد ذاته قبل ما تبدأ صفارة البداية او ضربة البداية في مطش النهاردة انجاز تاريخي تاريخي لكل القائمين على منظومة كرة القدم في النادي الاهلي لكل نجوم النادي الاهلي اللي على بعد يمكن ايام بسيطة جدا من ان شاء الله بإذن الله تكون مقدمة النهاردة وان شاء الله وإحنا بنلعب بإذن الله لقاء القاهرة القاهرة الجمعة المقبلة نكون بإذن الله قربنا بشكل كبير جدا من لقب البطولة لكن انت بتتكلم على جيل استثنائي الحقيقة بتتكلم على جيل استثنائي في تاريخ كرة القدم المصرية وفي تاريخ الأجيال المختلفة للنادي الاهلي السبت المقبل طيب خلينا نتكلم في نقطتين مهمين جدا طيب ايه اللي يفرق النسخة دي؟ النهائي الخامس على التوالي عن النسخ السابقة يعني انت لعبت في نسخة نهائي القرد القاضية مع الزمالك ونهائي طبعا أو نسخة من أغلى وأفضل القابل اللي حقاهم من نادي الاهلي في تاريخه وليها مكان خاصة في قروب الأهلوية دي ما فيش شك فيه لكن في النهاية لعبت مثلا وإن كان النهائي طبعا من مبارا واحدة في القاهرة لكن نهائي تلعب أو بطولة تلعبت بدون جماهير النمرة اتنين لعبت مع كازرد شيفز وبطولة أيضا كانت بدون جمهور ولعبت النهائي خارج أرضك في ملعب مركب محمد الخامس أمام كازرد شيفز ثم كان النهائي الثالث على التوالي أمام الوداد في نهائي بطولة يعني لولا بعض الحقيقة مش عارف أقول إيه ممكن يكون فساد ممكن يكون أهواء شخصية ممكن تكون بصرف النظر بصرف النظر يعني بصرف نظر عن الأسباب اللي قدت لخسارة النادي الأهلي اللقب ده بفعل فاعل في مباراة من جولة واحدة في ملعب الفريق المنافس في مركب محمد الخامس أمام الوداد وكان ممكن جدا جدا لو في عدالة ونزاهة وشفافية لو في قائمين على الأمور يتمتعوا بالحد الأدنى من النزاهة لصالح الكرة المصرية قبل الأهلي كان ممكن جدا لقب البطولة دي يكون في دولاب بطولة النادي الأهلي لكن ما علينا مش هنقف عنده دا دلوقتي ثم كان النهاء الرابع أيضا على التوالي ولكن القصة المرة دي كانت أن مباراة الزهاب في ملعبك ومباراة العودة في المغرب لما تشوف حتى مشوار الأهلي في النسخ الأربعة دي تلاقي أنه على مستوى الأداء والنتائج ما كانش أفضل حاجة على أقل في مقدماته يعني صحيح بتنتفد بعد دون المجموعات وبتقدر تتخطى كبار أفريقيا وبتقدر توصل للمباراة النهائية لكن لما تيجي تقارن مشوار الأهلي السندي هتلاقي أنه الأهلي علامة كاملة على كل المستويات دفاعا هجوما خارج الأرض داخل الأرض هتجد الأهلي على مستوى الأداء يمكن تكون النسخة دي النسخة اللي النهاردة هتمثل النادي الأهلي على ملعب حمدي العقربي في رادس هي النسخة الأفضل من حيث الأداء ومن حيث النتائج في السنوات الخمسة الأخيرة هتلاقي أنه مارسل كولر في حد ذاته اتطور مع الأهلي وفهم الكرة الأفريقية بشكل أفضل بكتير جدا من أول ما واسمه اللي حقق فيه بالمناسبة اللقب هتلاقي أنه مباراة العودة مباراة النهائي دور الأبطال لأول مرة بتقام من فترة طويلة جدا في القاهرة على أرض النادي الأهلي وبين جماهيه مشان كده بقول أن الظروف السنة دي مهيئة إن شاء الله بإذن الله بشكل كبير وثقاتنا كبيرة جدا جدا في لقاء النهاردة مش هننتظر لقاء العودة في القاهرة لكن ثقة جماهير النادي الأهلي في فرقتها النهاردة كبيرة جدا على مدار الأيام الأخيرة أنا ما ركستش قوي مع الإعلام المصري أنا عارف طبعا أنه فيه جزء كبير جدا يتمنى النادي الأهلي يفوز باللقب وده شيء طبيعي لكن ركست أكتر مع الإعلام التونسي حاولت أشوف كده إزاي أشققنا في تونس وأنا قلت يمكن فيه أكتر من مناسبة الحقيقة إنه يمكن من أكتر المحللين الموضوعيين على مستوى السوديوهات التحليل العربية اللي بيدوا الأهلي حقه وبيقدروا تماما نجاح منظومة الأهلي بشكل عام مش بس فرقة كورت القدم هو الأشقاء في تونس الإعلام التونسي بشكل كبير جدا رغم أنه الحقيقة الأهلي يمكن يكون المنافس الأول للأندية التونسية سواء النجم الساحلي سواء التراجي التونسي أو الصفاقس التونسي ويمكن يكون أكتر نادي عذب الأندية التونسية على مدار التاريخ موجهات الأهلي مع الأندية التونسية كتير جدا لكن مع ذلك الناس بتعترف بشكل كبير أنه الأهلي خارج المنافسة الأهلي لا يقار وده اللي حسيته من كلامهم ده اللي حسيته من تعليقاتهم أو تحضيراتهم أو إرايتهم للسيناريوم واجهة الأهل والترجي والاثنين من كبار القارة طبعا فرق كبيرة جدا وكلامي ده الحقيقة مش عايش للترجم على أنه لقاء النهاردة سهل أو في متناول لأن أنا أكدت على مدار الأسبوع اللي فات كله كل حلقات السادسة اللي كلمنا فيها على فريق نادي الترجي واللي بتهاية ليه أصبح على أقل كمان بالنسبة لي كتاب مفتوح أنا أقدر أقول لك نهاردة تشكيل الترجي اللي هيبدأ بين ميجال كاردوزو أقدر أقول لك شكل وطريقة اللعب اللي هيلعابها الترجي وأقدر أقول لك إيه اللي هم مرهنين عليه في فريق الأهل المصري وأقدر أقول لك مفاتيح لعب الترجي اللي لو تمت كان الأهل النهاردة من إيقافها هتكون عنصر فاصل في القصة لكن قصة مطش النهاردة ما لهاش علاقة بالتوقعات يعني لما نيجي نتوقع في كرة القدم سهل جدا أنه في الدور التمهيدي مش سهل جدا ده ممكن جدا 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 في الدور التمهيدي في بطولة زي بطولة أفريقيا أنك تتوقع وتبقى متأكد من توقعاتك دي بنسبة 90% حتى في دور المجموعات اللي بتشتد فيها المنافسة شوية أو على هل بيبقى معاك غريم أو اتنين فريق أو اتنين من اللي بينفسوك في المجموعة مش هقول رأس برأس لكن فيه منافسة بينكم مين أول مين تاني مين الفرقتين من الثلاثة أو من الأربعة في بعض الأحوال اللي يستطيعون أن هم ياخدوا بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية بتوصل الأدوار الإقصائية بيبقى نسبة التوقع صعبة شوية يعني بيبقى صعب لأنك بتبقى وصلت لأعلى مستوى من الأندية بشكل كبير جدا اللي بيتنافس على البطولة فنسبة التوقعات هنا بتقل الأكيد بالنسبة لي أنه مطشط النهائي خارج أي توقعات مش ممكن أبدا حد يقدر يتوقع الدوافع نفسها بتختلف النهاردة بتتكلم عن دوافع صحيح مختلفة عند الأهلي عن دوافع الترجي لكن الدوافع في أعلى مستوياتها الكل ينظر أنه على بعد خطوة أخيرة محطة نهائية للوصول لللقب الغالي جدا بالنسبة للفرقتين وخصوصا كمان أنه الترجي بعيد عن التتويجات الأفريقية بقاله سنين أو مش بس التتويجات ده بعيده عن المباراة النهائية فيها بالنسبة له فرصة لن تعود وقد لن تتكرر على الأقل فيها القريب العاجل عشان كده بقول مباراة النهاردة خارج التواقعات لكن السيناريوهات مباراة النهاردة دي اللي هنعرفها مع حضراتكم في حلقة النهاردة إزاي بيفكروا خصوصا أنه معظم المحللين التونسيين أشقاءنا في تونس وهم بيحاولوا يقروا مارسل كولر بيحاولوا يقروا شكل النادي الأهلي في مباراة النهاردة ركزوا بشكل أو كلهم اتفقوا تقريبا يعني على التركيز بشكل غريب جدا على مواجهتين على وجه الخصوص مواجهة الأهلي ومازينبي في الكنغو ومواجهة الأهلي وسينبا في تنزانيا وده السيناريو اللي كان الأقرب من وجهة نظرهم أنه كولر هياخد به مواجهة النهاردة هل أعد مارسل كولر مفاجئة لميجيل كاردوزو وكتيبة الترجي ده اللي هنحاول نجاوب عليه النهاردة في حلقة النهاردة من السادسة فاصل ونروح لتونس نطمن على سكواد النادي الأهلي وعلى أخباره ساعات ما قبل بداية اللقاء المنتظر